اهلا وهلا ومرحبا في اماكن عايزين نروح ليها يا ترى ايه لا يحصل لو فكرت اروح كل الاماكن الاسرية القديمة او معالم مدينة واحدة في يوم واحد الحقيقة ما عرفش وما عرفش اصلا هقدر ولا لا فانا عملت الفيديو ده كتحدي يا ترى هقدر الف كل الاماكن الاسرية في القاهرة في يوم واحد وهتكلم عن كل مكان روحتوه وازاي انتو ممكن تروحوه والمصاريف اللي دفعتها في اليوم كله علشان لو حد حابب ياخد نفس التجربة ودلوقتي يلا بينا نبدأ اليوم وحاولنا نبدأ اليوم بدري بدري اول حاجة كانت المفروض مسجد الزاهر بيبرز بس للأسن الدخول وقت الصلاة بس وقبل ما حس فجدان الشغف اتجهنا لوجهتنا التانية شارع المعز الديني اللي قال فاطمي وقارب نقطة ليه لو عايزين تروحوه محطة مترو باب الشارعية وبدأناه من عند باب الفتوح والجميلة ان الصبح بيكون المعز رايق مفيش زحمة مفيش ناس كتير تقدر تستمتعوا بالمقر شوية في المعز قبلنا مجمع السلطان قلوون واللي كانت تذكرته بعض شراجنيه والمكان نفس بقى من جوة تحسوا كده حاجة عطيقة جدا بصراح بحب الأماكن دي قوي وبحب أروحو بتفكرني يد ايه معمريا احنا كنا ناس شطرين جدا في الحاجة اللي بنعمله والمكان عبارة عن مسجد ومدرسة وزاحة المدرسة واللي انتوا شايفين قدامكم حاليا ده بس كده البداية هنكمل بقى وأوريكوا بقى العماجي وخلينا اشتركوا في القناة قلوة ما تسحلناش فكان مفروض نبدأ نمشي علشان نروح المكان التاني ونلحق كده الأحداث بدري بدري ولان المكان قريب فما كانش في الحياة سوى بمنطقة خالص ان احنا نركبه فاتمشيناها عادي ووصلنا لحد الحسين أجواء بقى مصر القديمة وحقيقي الحسين بعد التجديد بقى شكله مختلف تماما افسكر ان لما روحت قبل كده ما كانش شكله كده خالص اتمشينا شوية مش كتير عشان بقى نروح المكان اللي فانا عايزين نروحه مسجد الأظهر المكان اللي ما تعرفش ازاي بيديك احساسا ان انت في مكة او في المدينة تقدر تقوله النسخة المصغرة منهم وبعد ما وصلنا عادنا نرتاح من المشي الكتير اللي مشناه من أول اليوم وبعد كده قمت تظهر كام صورة كده وقعدت تاني عشان أراجع لخطة واشوف احنا وصلنا لحد فين والأداء اللي حد دلوقتي لا بأسة به بس يا ترى هل هنقدر نكمل باليوم ولا لأ ده اللي انا عارفه بعد شوية وعلشان نتحرط للوجهة اللي بعد كده خرجنا من الأظهر وسألنا سؤال بسيط ازاي نروح القلعة عمتعد السوزوكي قال لنا اركابه حالا او مال حضرتك فاكر اي يا حتي والجدير بالذكر انه خد مننا 15 جنيه وصلنا القلعة اللي بالمناسبة تذكرات بتاعتها ب30 جنيه لو انتو طلبها او ب60 لو انتو اكبر من ان انتو طلبها وعارفيني ايه هو الحاجة جات في دماغي صلاح الدين الايوبي بانا ايه بانا القلعة وصدقوني لو قلتلكوا ان عمه بناها كبيرة جدا جدا المهم فضلنا ماشين شوية لحد ما لقينا مسجد الناصر قلون ايوا بالضبط نفس العيلة اللي في المعز واضح انهم كانوا مسيطرين جدا قفلوا عداد المساجد تقريبا بس خليني اقولكم ان اللي فعلا حبيته في المسجد ده وما كانش موجود في اي مسجد تاني ان هو محتفظ بالعتاء بتاعته وما حصلش في تجددات كتير زي ما انتو شايفين كده تحس ان كل حاجة كأنها زي ما هي بالضبط من زمان واكيد كان لازم اتصور بفستانة اسود الامور قبل ما نمشي وبصتوا لقيت ايه واحنا ماشين الاطقوط صاحب المسجد بجد انتم محتاجين جدا انتم تروحوا عشان تسلموا بس عليه وخرجنا وكملنا ماشي ليه؟ عشان نروح مسجد محمد علي النسخة المصرية من آية صوفيا واظن واضح الدين هو مسجد عملاق ان كان السحة بتاعته او حتى المسجد من جوه موسيقى اظن اخدت بالكو ان المكان كده بصريا يفضل يخليك مبهور ايه ده؟ لا لا مش ده وكالعادة حب تراحة بنراجع تاني الخطة بنشوف وصلنا لحد فين وهل يا ترى احنا كويسين ولا نروح بقى وكفاية كده عشان دي حاجة لا يستحملها لا صحة ولا انسان ولا اي حاجة في الدنيا وبعد ما خلصنا راحة بتاعتنا خرجنا بقى للناحية تانية من المسجد علشان نشوف المصر كلها من فوق اوكي نفسك دي بقولكم مصر منورة بناسها بس الحقيقى مصر مترابة بناسها ايه اظن واضح جدا الترابة وبيدخل في عيني ولان في الحقيقى الشمس كانت هاجب لنا ضرب الشمس فكلازم بقى نبدأ نتحرق وبعد ما استكشفنا القلعة وخرجنا في المعزة وانبساطنا دلوقتي جهة دور ان احنا نروح للوجهة اللي بعد كده والحقيقى لان ما كانش فيه اي وسيلة مواصلات من المكان اللي احنا فيه للمتحف اللي احنا عايزين نروحه وفا طلبنا اوبر وخد 35 جنيه وتذكرت المتحف كانت زي الالعب الزب وداخلنا المتحف القومي للحضارة المصرية اللي حصل فيه موكب المميوات وشايفين استعادة الغامرة اللي على وشي دي ده احساسي بالتكيف والمتحف من جوا كان عملاق جدا وبجد كان شكله مبهر جدا بالنسبالي لان دي كانت اول مرة انا شخصيا اروحه وبغض النظر عن البحيرة الال اي دي ديت هنتغضع عنها ونكمل بقي رحلتنا عادي وبعد ما خدنا لفتنا في المتحف وشوفنا التماثيل والتوابيت وكل الحاجات القديمة الاثارية اللي اكتشفوها وحطينا هناك واسبكم من كل الحقيات الاثارية دي انا كنت معجب جدا 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 بشكل السقف والخطة اني كنت هنزل اشوف المميوات بس للأسف قالولنا ان التصوير تحت ممنوع لشان الفلاش بيبوز التحنيط اللي هم متحناطينه فطبعا ما صورتش والصراحة احساس انك بتتفرج على الناس ما يتين ده مش احسن احساس في الدنيا فخرجنا على طول تحب اللبس الفرعوني ما عرفش ليه وده انا وانا بحاول استعيد ما يتبقى لدي من طاقة ما عرفش ازاي بس كنت بحاول قررنا نوعد نريح رجلنا من الفرهضة اللي فرهضناها ونستمتع باخر بقايا التكيف قبل ما نروح للمكان الا بعد كده وحقيه في اللحظة دي كان جزء مني كبير بيقول لي يلا نروح وما نكملش بها الفيديو ده بس بعد ما بذلنا موجود ده اكيد مش نروح فالخطة بتاعتنا لسه مستمرة والواجهة جاية هي مسجد عمر ابن العاص والحقيقة وما كانش بعيد قوي خرجنا لقينا عمر صوتك بيقول لينا هاخدكم ب 15 جنيه قلنا له يلا بينا ووصلنا مسجد عمر ابن العاص والحقيقة وما يختلفش كتير عن المساجد اللي رحناها النهاردة بس نقدر نقول عليه هو اكتر مسجد فيهم مسجد بجد مش مظهر سياحي على قد ما هو بيصلوا فيه والناس دايما موجودة فيه باستمرار استمتعنا شوية بالمكان بس الحقيقة ما كوناش قدرين نتماشى كتير لان الارضة حرفان كانت بتلاسوع فخدت كام شط هنا دخلت ارتاح شوية واقعد كده واروق على نفسي طلعت الخطة بتاعتنا علشان نشوف وصلنا لحد فين واللي فاضل ايه نقدر نقول لسه الامور تحت السيطرة بعدها قمنا تحركنا على طول المكان اللي بعده لانه كان قريب جدا وهو الكنيسة المعلقة واللي كان معمريا من بره شكلها بجد حقيقي حلو جدا بس صراحة معلتش تشتور من جوه كويس لاني ما كنتش مرتاح قوي فمشينا على طول من المكان علشان كنا مستعجلين لان الحقيقة حصل حاجة حلوة جدا هتعرفوها كمان شوية واحنا ماشيين كنا اصلا في المجمع الكبتي فصورت كنيسة ماري جرجس بس من بره واللي فاجيني الحقيقة حجمها العملاق لاني ما كنتش متخيل انها كبيرة قوي كده وهتسألوني ايه المفاجأة اللي حصلت ان بابا كان قريب مننا فاجي وصلنا باقي الاماكن اللي عايدين نروحها بالعربية ما تبهدلناش في المواصلات متخيلين كل الشكر والتقدير للحج والله وخلينا اقول لكم من تجربتي في اليوم ده فاللي كتب وقال المتعف في الرحلة فاحب اقوله ان المتعف سندوتشات الرحلة شوية سندوتشات زي الفل وصلنا باستلامة اسر البرون واللي كانت تذكرته بستين جنيه للطلبة وبتسعين للناس الكبيرة اللي حبيته بزداد في اسر البرون ان حقيقي كان فاضي ما كانش فيه غيرنا فكنت عالا فتصور براحتي واليوم كان تحفة والاسر من جوا بقى كأنه متحفي تفاصيل الاسر من ساعة ما تم بنائه لحد تلوقتي وازاي يتنقل ما بين الناس لناس واكتر حاجة عجبتني في المكان المرات الكتير اللي كانت موجودة واه السلالم اللي تلوقتي هتشوفوها الجدير بالذكر فعلا ان السلالم اللي كانت موجودة في الاسر ده تحفة معمرية كفاية بس النجفة اللي هتظهر قدامكم دي تلوقتي يعني شكلها احلى من حياتي تقريبا وطلعنا بقى على الروف بتاع الاسر نفسه من فوق واللي بجد كان شكله اصلا تحفة يعني اظن ان هو واضح قدامكم وعطاك ان انتوا لازم تروحوا ومستمرين مع السلالم اللي بجد حقيقي شكلها يخطف قلبي اي نعم تدوقك وانت نازل وانت طالع بس تحفة وعارف ان كتير هيستغرب زين نص السلم اللي الخام ونص الخشب بس مناش دعوة ودلوقتي قدر اقولكم بكل ثقة ان الحمد لله اليوم الطويل جدا جدا ده خلص بسلام من غير اي مشاكل وان التحدي بتاع ان هقدر ازور كل الاماكن الموجودة الاسرية في مدينة القاهرة تم بنجاح وده انا وبودي واحنا بنحتها في العادي وكفاية قوية على اليوم ده كده ولو حابين تشوفوه فيديوات زي دي تاني قلولي في الكومنتز تان تارا رو 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 UH تان